موسكو تتهم كييف بمحاولة اغتيال بوتن الاشتباكة تشتد في السودان رغم تمديد الهدنة ومبلغ ضخم سيجلبه تتويج تشارلت لاقتصاد بريطانيا هذه الأخبار وغيرها ننقلها لكم من قناة العربية فأهلا بكم نبدأ من روسيا حيث أعلنت موسكو عن إحباط محاولة لاغتيال الرئيس بلد مير بوتن عبر هجوم بطائرات مسيارة استهدف الكريملين متهمة كييف بالوقوف وراءه بيان للكريملين أكد أن بوتن لم يصب بأي أذى وأن الجيش والقوات الخاصة عطلت المسيارتين مشيرا إلى أن صدايا الطائرتين تناثرت في أراضي مجامع الكريملين لكن لم تقع إصابة أو أضرار مدية فيما نفت رئاسة الأوكرانية للتهمات الروسية قائلة أن كييف ليس لديها أي علاقة بالهجوم على الكريملين وأن موسكو اختلقت ذريعة لشان هجوم واسع على أوكرانيا ومع إعلان روسيا إحباطها محاولة لاغتيال بوتن أطلقت كييف وبعض مناطق وسط وشرق أوكرانيا انذارات جوية كما طلبت رئاسة الأوكرانية المواطنين بالدخول إلى الملاجئ فورا خوفا من هجمات روسية في المقابل طالب مجلس الدوم الروسي بضرب مركز صنع القرار في كييف على الفور لمحاولتها قتل بوتن على حد وصفه وسط دعوات أخرى إلى تنفيذ هجوم صاروخي على مقر إقامة الرئيس زلنسكي كرد على ما حدث وإلى سودان وبالرغم من الهدنة المعلنة حلق طيران تابع للجيش فوق العاصمة الخرطوم كما تجددت الاشتباكاته في محيط القصر الرئاسي ومنطقة السوق العربية المجاورة تجددت الاشتباكاته أيضا في محيط القصر الرئاسي ومنطقة السوق العربية المجاورة حيث تتمركز قوات الدعم السريع مراسل العربية أفاد بأن قصفا بالطائرات سمع في الخرطوم وأم درمان فيما تصاعدت أعمد الدخان في المكان مشيرا إلى أن الطائرات استهدفت مواقع على الدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي والتي ردت بمضادة أرضية في عملية أمنية وسعة نطاق شدت الشرطة الألمانية حملة كبيرة ضد أعضاء مافيا إيطالية تسمى نارجيتا ينتشرون في ألمانيا الشرطة الألمانية أوضحت في بيان لها إنها ألقت القبض على أكثر من 30 مشتبه به خلال حملة مدهمات في أنحاء البلاد مشيرة إلى أن أكثر من ألف شرطي شاركوا في تفتيش عشرات المنازل والمكاتب والمتاجر في ولايات عدة فيما شارك بالعملية التي أطلق عليها اسم يوريكا شرطة إيطاليا وبلجيكا وفرنسا والبرتغال وإسبانيا وإلى الشغل الشغل في بريطانيا حاليا وهو حفل تتويج الملكت شولد الثالث ملكا للمملكة المتحدة الذي قال عنه قصب باكينجهام إنه سيكون أكثر الفاعليات التي شهدتها البلاد فخامة منذ أكثر من جيل اللافت في تصريحات القصر مسؤول عن تنظيم حفل التتويج يقول إن ما سيحدث سيساهم في انتعاش اقتصاد البلاد وهو ما أوضحته تقارير صحفية أخرى وأكدت أن مرسم التتويج ستجني نحو مليار ومئتي وخمسين مليون دولار كما سيشارف سبعة ألاف من أفراد القوات المسلحة وأكثر من أربعة ألاف فرقة موسيقية ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة